موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم الى حلقة جديدة من فضاحر نناقش فيها عودة الرئيس هادي الى العاصمة المؤقتة عدن والازمة مع الامارات موسيقى عاد الرئيس هادي الى عدن فاعتقد الكثير ان الازمة مع الامارات في طريقها للحل لكن يبدو ان ذلك لن يحدث كان يفترض ان تظهر تفاهمات ما قبل العودة على الواقع لكن ما حدث يشير الى ان زيارة الرئيس هادي الى ابو ظبي لم تكن سوى مناورة من الامارات للحصول على غطاء شرعي لمعركة الحديدة في حين ستبقى الازمة قائمة لتظهر بين الحين والاخر تتصاعد المؤشرات عن استمرار الخلاف والتصاعده اوقفت الامارات معركة الحديدة ويقال ان السبب هو اصرار الرئيس هادي على ان تكون القوات التي تقود المواجهاتناك تابعة للشرعية وليس تلك القوات التي تتبع الامارات رأسا ولا تعترف بالسلطة الشرعية بعد ايام ظهرت بعض الشخصيات الموالية للامارات تشن هجوما على السلطة الشرعية وتتوعد بالتصعيد ضدها في عدن ثم جاءت اخبار الطائرة المسيرة الحوثية التي يقول اعلام التحالف انها اسقطت في سماء معسكر للتحالف في عدن وهو ما عده مراقبون مؤشرا جديدا على تأزم العلاقة بين هادي والتحالف او الامارات تحديدا التي تسعى لاخراجه من عدن لماذا يستمر التصعيد من قبل الامارات والموالين لها في مواجهة السلطة الشرعية ما هو افق العلاقة بين الجانبين وكيف تلقي هذه الازمة باثرها على المشهد اليمني هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا لهذه الليلة من فضاحر مع مستشار وزارة الاعلام الدكتور فيصل العواضي من الرياض ومن عدن الناشط السياسي فهمي السقاف عبر الاقمار الاصطناعية ابدأ هذه الحلقة مع ضيفية الكريمين بالسؤال المشترك مع مستشار وزارة الاعلام الدكتور فيصل العواضي مرحبا بك دكتور مع عودة الرئيس هادي الى عدن هل يمكن القول ان الازمة بين الامارات والسلطة الشرعية انتهت أولا مساء الخير عليكم وعلى اخوة المشاهدين الكرام وعلى زميلي من عدن الحديث عن ازمة بمفهومها يعني في غير مكانه هناك قد يحدث لبس او شو تقاهم لكن لا يرقى الى مستوى ازمة لان التحالف ملتزم يعني اليوم الحوار للشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات مع السبوء اثناء كالروسية قال نحن يعني تدخلنا في اليمن كان بطلب السلطة الشرعية وملتزمون بالاجمدة التي يعني التزم بها التحالف وهي عودة الشرعية او اعادة السلطة الشرعية الى اليمن وليس لدى الامارات او اي دولة من دول التحالف اي اجمدة او برنامج اخر غير هذا نعم لكن طبعا طبيعة التفاصيل الحياة اليومية قد تخلق بعض السؤال فهم في العلاقة نعم طيب الأستاذ فهمية الثقافة النشر السياسي عبر القمارة الصناعية من عدن اذا الدكتور فيصل عواضي يقول هناك خلاف بسيط لا يرقى الى مستوى ان يطلق عليه ازمة بين الشرعية والامارات ما رأيك انت الخلاف بالتأكيد ليس خلاف انه عابر او خلاف بسيط في العلاقات نعم علاقة الشرعية بالتحالف هي منذ ان بدأ التحالف العلاقة مختلة تماما بين الشرعية والتحالف التحالف اساسا في الاصل ان التحالف لا يقوم الا بين انداد وهذا غير متوفر من طرف الشرعية الامر الاخر انه العلاقة لا ترقى الى مستوى ازمة وكأنه يصور وكأن الخلاف خلاف عابر لا الخلاف ليس خلاف عابر هذه قلس يعني قرابة العامين او اكثر من العامين تقريبا داخل السعودية ممنوع من العودة الى عدن ماذا يدعى هذا الاليس الازمة في العلاقة طيب وبعد ما عاد بعد زيارته الى الامارات الزيارة كانت يعني استبشروا فيها كثيرين تفائلوا بانه الازمة انحلت او على وشك او في طريقها الى الحل لكن ما حدث وبعد عودة الرئيس هادي الى عدن لم يظهر اي مؤشر على انه ثمت حل لهذه الازمة بالعكس بل بدأ التصعيد التصعيد يغال ان الحرب اولها كلام بدأ التصعيد اولا يعني مع ال اتباع الامارات ونلاحظه على مستوى الوسائل التواصل الاجتماعي نلاحظه الناس الان يتداولوا مسئلة التصعيد هذه مدداولة اصبحت في عدن مؤشرات التصعيد ايضا واضحة تماما لكل الذي عينين وكل الذي لب يستطيع ان يفهم ويدرك ماذا يقري في الارض فعندما تحصل الان اللعب بالورقة بورقة الخدمات او بالملف الخدمات في عدن هذا ماذا يدعو هذا مؤشر ازمة بدأت الان الكهرباء تفيل الصي تزيد عن حدها بدأت ازمة المياه طفح المقاري الى اخره بدأت مشكلة الاختلالات الامنية احراق الكوفي شوب في عدن ومر الامر مرور الكرام التقطع لزميلنا صحفي فتحي بالنزراق واخذو ضغطوا بعد تدخل كثير من صدقاء او غاربة الى ان امنوا الى افراج اليس هذا دليل مؤشر او مؤشر على ان العلاقة مختلة بعدها طبعا اليوم الخميس تم نهب 23 مليون ريال هي رواتب للمتقاعدين كانت في طريقها الى بريد خور مكسر هذا ماذا يدعو هذه الازمات كلها كانت اختفت المشكلة انه نقد انه الامارات تحديدا ومعها يتذكروا فساد الحكومة عندما تكون الحكومة موجودة وعندما تبدأ على الاغل اولى خطواتها انه تريد ان تفعل شيء تريد ان تغيير من الواقع هذا وفق الامكاناتها لا يتاح لها المقالة ابدا ما يحدث الان هو انه اتذكروا فساد الحكومة طيب الحكومة هي موجودة كم لا يعني الان ذكرت فسادها هنا الاشكال طبعا ما حدث ايضا لنازحي الحديدة انت طلبت من الناس هذولا وخاطبتهم الحملة العلامية اللي وقعت غبل المعركة غبل معركة الحديدة واثنائها ولا زالت حتى اللحظة وانت تقول لهؤلاء السكان يعني نحن نساعدكم ونعمل المساعدات اللازمة لكم ومشعار ما والطالبون بالنزوح طيب نزحوا بعض القادرين طبعا فبالنهاية تقي انت توقفهم عند المعابر وهكذا ولا تستطيع الحكومة ان تفعل شيء مع ان الحكومة هي اللي يفترض انها تكون مسؤولة عن كل مواطن يمني طيب لكن للأسف شديد ولاحظ انه هنا هذا الامر هنا انه العلاقة فعلا مختلة حتى القول بان مسئلة الاجهزة الامنية وهكذا ان اتفاق مع وزير الداخلية لسمو دمجها كلام هذا تعوز الصحة نعم والدقة ايضا نعم طيب استردامي انت الان تحمل كل هذه الاختلالات نعم تحمل كل هذه الاختلالات الامارات وتابعها في عدن التي حدثت الان منذ عودة الرئيس والحكومة الى عدن الخدمات الامن منع الاننازحين من الوصول الى عدن الكهرباء يعني كل هذه المشاكل تحملها الامارات ومن يتبعها على اي اساس الامارات ممسكها صاحبي بالملف الامني الملف الامني في يدها في يدها القوات في يدها وعندها ايضا ما يعرف بالاشمو واتباعها كثر طبعا هذه نحن كمواطنين نلمسها داخل عدن عندما يعني عندما كانت الحكومة برع وهكذا او حتى عندما في عودة من دغر وهكذا تحسنت الخدمات الى حدا ما والى اخره وظلت على الاغل في نفس المستوى تحسنها ما تدهورتش ولا زادت هكذا الا نادرا لكن الان بعد عودة الحكومة وهكذا نرى الامر يعني اصبح اكثر من ذي قبل هذا مؤشر نحن كمواطنين ما في مواطن داخل عدن الا ويلمسه ويحسه بالتأكيد ويعرف تماما من اين من يغف خلف ذلك يعني الاختلالات الامنية مسئلة اللي حصلت احراغ الكوفي شوب السطو على رواتب المتغاعدين هذه كانت قد انتهت تغريبا او كادت من عدن الان عادت عودا على بيد يعني لاحظوا انو الامر واضح موجه يعني ما هوش هكذا بريع ها حصل هكذا عفوه لا الامر واضح مقصود يعني الغصد فيه وموجود يعني نعم لماذا لم يحصل من قبل الان حصل هذا سؤال طيب مرور لان العلاقة هنا الان واضحة مختلة ارجع ايضا وعود الى ما تصرح به هادي امس تقريبا في لغاء مع مع بعض الاركان الشرعية وهكذا وهو يتكلم وبالحرف الواحد لفتتني في كلامه انه انا هنا سابقى في بلدي ولن اغادر يعني واضح رسالة الى اين نعم الى اين وصلت الازمة نعم واعتقد انها وصلت نعم طيب دكتور فيصل العواضي اذا الموضوع ليس خلاف يعني يومي عابر هناك يعني فعلا ازمة حقيقية بين الرئيس هادي والشرعية والامارات العربية المتحدة وكان الناس يعتقدون بان زيارة الرئيس الاخيرة الى الامارات بانها ستحسن علاقة وعودة الى عدن لكن ما حصل كما يقول تحاول تعيق الشرعية يعني تعيق الخدمات تعيق تواجد الدولة منعت حتى النازحين الذين اتوا من الحديدة التي اعلن فيها التحالف والامارات بالقيام بالعملية العسكرية وانها ستوفر لكل يعني النازحين من هذه المناطق الملاجئة الامنة وما يحتاجونه اذا كيف يمكن القول مثل ما ذكرت انت بانها عبارة عن خلافات عادية لترقى الى مستوى ازمة لازلت اقول نفس الكلام يعني الصحيح هناك تحديات تواجهة الحكومة لكن بالمقابل هناك عمل وهناك جهود مبدولة والله تعالى يقول في القرآن الكريم وكان في المدينة التسعة تراط يفسدون في الارض ولا يصلحون لا تزال عدل لم تتجاوز اثار الاجتياح العوتي لا تزال هناك يعني عناصر تعمل وتخرب وهناك جهود مبدولة وكل يوم حقا غزمة الناجرين نعم دكتور فيصل دكتور فيصل ولو قطعت كلامك اعتذر على المقاطعة ولكن لما تقول يعني تسعة تراط يفسدون في الارض هؤلاء التسعراط اين كانوا قبل عودة الرئيس والحكومة الى عدن لماذا يختفون ويعني بمعنى اخر هناك كما ذكر الاستاذ فهم يستقاف من يحركهم بالوقت الذي يريد ويوقفهم بالوقت الذي يريد هنا السؤال الاهم السؤال يعني هنا المستفيد من كل الازمات في اليمن هو الانقلاب وليس التحالف بأي طرف من اطرافهم كل الازمات وراءها يعني خصم واضح والعالم كله يعرف ان هناك انقلاب على الدولة تشبب في كل هذه الازمات فانا اقول يعني عندما استشف بالآن تسعة تراط افسدوا في امة يعني حالة الامن دائما تكون قابلة للاختراق لانها حساسة جدا يعني نعم نعم طيب الآن يعني وجود اذا وجود يعني مثلا بعض عناصر تعمل اختلال في الامن والجهات الامنية تبدو الجهود الآن وفي نتائج تتحقق على الارض ونسمع ونقرأ عن ضبط بعض هذه الاختلالات وطالما الحكومة موجودة وتعمل فكل شيء سيكون يعني لابد ان نصل في الاخير لتطبيع الوضع بشكل سلمي وسلس نعم بالحديث عن الخطوط العريضة والتفاهمة التي قيل انها حدثت بين الرئيس عبدربو منصور هادي والامارات العربية المتحدة لماذا لم نلمس على ارض الواقع شيء يذكر ويظهر للناس بصورة واضحة اولا ليست هناك اي تفاهمات يعني اجنزة التحالف او ما قام عليه التحالف واضح منذ البداية ثانيا ان معركة الحديدة قائمة وكان هناك يعني من قبل الاوامر اولا يعني صدرت بقيام معركة الحديدة كانت اوامر من الرئيس عبدربو منصور هالي وليس من اي جهة اخرى يعني المعركة دار تحت راية الشرعية اليمنية يعني كان هناك تعليق جزئي للمعارك على اساس تاعة الفرصة للمبعوث الدولي ولجهود السلام لكن دائما طبعا الطرف الانقلابي كما عاهدنا وفي كل التفاهمات الشاذقة هو من يقوم بخرق اي هدنة وقاموا بخرق الهدنة ومن ثم تم اشتناف المعركة واليوم يعني تم استحرير مديرية التحيط وقواتنا المسلحة قائمة بدورها على اكمل وجه والتحالف لشاندها بكل الدعم اللوجستي نعم طيب دكتور فيصل اذا كانت الصورة كما ذكرتها وصورتها الآن لنا وللمشاهد الكريم اذا تصريح الرئيس يعني بالامس الذي قال لن اغادر بلدي حتى لو دفع يعني حياته ثمن لذلك وايضا القوات الآن التي تعمل وتقود المعارك في الحديدة التي تعمل خارج نطاق اوامر الرئيس عبد الربو منصر هذه ربما هي يعني ما ذكرته هي جوهر خلاف حقيقي وهذا ربما ما اوصل الوضع وذكرنا الآن يعني ظهرت تصريحات معادية لتواجد الشرعية والرئيس في عدن وتطالب بعودته الى الرياض اولا طبعا الاخر رئيس كلامه موجه لابناء الشعب انه انا عدت الآن ولن اغادر ثاني مرة او اترك الوطن وطبعا الناس الآن نحن نعيش في الفضاء التقني المفتوح يعني من لا يعني المختص صغير المختص يكتب كثير يعني قد يكتب شخص ما في موقع من واقع التواصل الاجتماعي ان الرئيس سيعود الى عدن سيعود الى الرياض ووالى اخر فهذه كانت في حديث موجه لابناء الشعب قطع كل تكاهن في هذا الجانب انه لن يغادر عدن الى اي مكان اخر ثانيا يعني اريد اعيد للاذهان المتشائلين يعني طارق محمد عبدالله صالح كان في حديث مفتوح للجنود تحدث عن الشرعية وعن الدولة وعن يعني لا توجد اي منطق اخر غير خارج منطق الدولة او الشرعية والامارة ايضا في كل مشهول يؤكد نحن نتعامل مع شرعية هو تحالف نقائم او تدخل نقائم التحالف مقام الا بالصلاة من الشرعية نعم طيب استاذ فهمي الثقاف اذا كان يعني عودة الرئيس هذه الى عدن لا يمكن الاطلاق عليها بانها حل الازمة بين الامارات والشرعية فماذا يمكن ان تسميه استاذ فهمي استاذ فهمي سأل لك نعم كنت سألتك بخصوص عودة الرئيس هادية الان الى عدن وزيارة الامارات ويعني هذه الفترة التي يتواجد في عدن اذا لم نطلق عليها بانها يعني حلة الازمة بين الامارات والشرعية فما الذي يمكن ان نسميها انا لا اعتقد بحل الازمة بدليل ان المؤشرات والواقع يقول عكس الكلام هذا عكس انه ثمة حل هذا امر واضح الامر الاخر انه الزيارة تقريبا هي كانت الامارات فقط سياسي للامارات عشان معركة الحديدة فقط خارق اي تفهمات اخرى حول عودة الشرعية الى عدن او من الذي سترتب عليها بعد الخطوات التي تسترتب على عودة الشرعية الى عدن في المسئلة العمل للنهوض اوضع المحافظة عدن اولا والمناطق المحررة بشكل عام هذه لاوجود لها للأسف شديد مثلا دعني اضرب لك مثل الى الان طبعا عاد الرئيس هذه الى عدن مثلا طيب حتى اللحظة عدن دون محافظ من الذي يمنع الرئيس هذه من تعيين محافظة عدن من الذي يمنع واضح انه هذا من مشارات الازمة واضح انه هذا الامر كان خارق نطاق التفاهم الى ثمت كان تفاهم حقيقي الامر الاخر انه هذا التحالف الذي اراه من اغرب التحالفات على مستوى العالم نظرت لها داخل التحالف هذا كل التناقضات موجودة جمعها التحالف هذا اولا التحالف بينه وبين الشرعية في العلاقات بينه وبين الشرعية يعني تكاد في حالة ازمة دائمة وبتحديدا مع الامارات الامر الاخر داخل اطار التحالف هذا القوات العسكرية اللي تغاتل على الارض ومنها طارق طارق لم يعترف بالشرعية من الاسف شديد ضيفك يعني يحاول ليعناق الحقائق هكذا والامر واضح ومعروف للغاصي الداني على ما يقال طارق لم يعترف بالشرعية وانما هو يقاتل تحترائي الامارات ثأرا لعمه ولا لوطن ولا اي كلام كل هذا مقرد ادعاء من قبل هذا الرؤل طبعا والامر كذلك نلاحظ حتى مسألة او غرار الحرب والسلم انا في مقابلة سابقة تقريبا معك كانت عشية يوم العيد فذكرت لك انه هذا الغرار طبعا لم يعد بيد الشرعية فهو اصبح بيد العلم السلو الأغليمي والدولي بمعنى انه عندما ارتأت الامارات وانها توقف المعركة من طرفها في الحديدة اعلن بتقريدة قرغاش انوار قرغاش اعلن بتقريدة منه ايوة اعلن بتقريدة منه على حسابه في تويتر انه انه يقفوا المعارك ويعطوا فرصة للمبعوث الأممي دون الرقوع للشرعية وغيرها الشرعية تقريبا فيما بعد واقبة الامر هكذا مضطرة فقط يعني على الأغل من باب النهاية الرائعة تحفظ على شكلها طيب الآن وصول الرئيس نعم استاذ فهمي الآن تواجد الرئيس في عدن والحكومة في عدن والتقائه بقادة الجيش واركان الجيش والجهات الامنية يعني لا تعتقد ان هذه كلها نقاط قوة بيد الرئيس عبد الرب منصر هذه لفرض يعني سلطة الدولة وتواجدها بصورة مباشرة بعكس عندما كان تواجده في الرياضة خارية اليمن الحق أنا أتمنى أن يحدث ذلك كما قلت الآن أنا أتمنى حقا من كل غلبي ويتمنى كل مواطن حقيقي أن يحدث ذلك الناس فعلا تتوق إلى أن ترى دولة غائمة بواقباتها وتنهض بأوضاع البلد بشكل عام لكن للأسف حتى الآن حتى اللحظة هذا الآن لا يمكن أن نبني عليه مقرد لغاء داخل عدم هناك قوى عدة وميليشيات عدة وفي النهاية يعني هؤلاء كل ولائه لطرف من أطراف الصراع فعن أي نروض أو فرض أوضاع الأمر فعلا الأمارات عندها قواتها وإلى آخر الميليشيات متعددة لا تعترف بالدولة أو لا تأتمر بأمر الشرعية والشرعية لديها ربما قواتها وهكذا لكن إن قارن تقريبا قوات شرعية مع أنه ربما تكون أغل أو أكثر لا أستطيع أن أحدد لكن من الواضح عن الشرعية قواتها تقريبا طلب من الرئيس أثناء معركة الحديدة نقل ثلاثة ألوية ويقال ثلاثة ألوية رئاسية من حماية الرئاسية إلى معركة الحديدة وأنا حقا استقربت أنا هو الواحد بأنه كيف هذه وافق على طلبا كهذا مع أن هذه قوات حماية الرئاسية وهكذا كان يفترض أن الإمارات إذا احتاجت لقوات وهكذا تأخذ من القوات أو من الميليشيات التي هي سلحتها وتدعمها ودربتها نعم فالحماية الرئاسية على الأغل يبقى عليها حمايته لتحميه وتحميه أمنه كيف تفسر إذا كيف تفسر لكن ربما تكون للرقل قوة غيرها نحن لا نعلم بها فنتمنى نعم طيب دكتور فيصل العواضي ظهور تصريحات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي التي ظهرت يعني بصورة حادة وتهدد الحكومة وأنهم هم الأقوية على الأرض وأنهم الكلمة الأولى في عدن وغير عدن ويطالبونها بالرحيل كيف تفسر ظهور هذه الأصوات في هذه اللحظة بعكس قبلها بأيام عندما علنت الإمارات معركة الحديدة هم أيدوا بأنهم سيقفون مع هذه المعركة ويقفون إلى جانب التحالف والشرعية حتى يتم إنجاز هذه المعركة ما الذي تغيى أولا يعني الكلام قال عمل في رزق أن سيقتل مربعين بشربة سلامة يا مربعين يعني الجعجعة ولا رطعنا طحنا الانتقالي كم يجع وكم يتكلم بدون أي حقيقة على الأرض الآن الجماهير بدأت تكتشف أن الانتقال عبارة عن جماعة متاجرين لم يقدموا للبلد أي فائدة أو منفعة بل ويسعون إلى عرقلات الحكومة الشرعية من أداء واجبها لكن بعض الناس يعني ما أحترام لضيفك الكريم يعني مليئ بالهواجس والضنون لا يبني على أي حقيقة علمية أو منطقية في عبارة عن تكهنات فقط حكومة منذ داع الأرض معترف بها دوليا تمارس الآن سلطاتها الرئيس في عدن طيب والانقلاب في طريقه إلى زوال إنشاء طيب وكل دكتور فيصل إذا وافقناك الرأي فيما تقول إنها تكهنات وغير صحيحة من قبل ضيفنا الكريم الأستاذ فهمي السقاف كان هناك تفاهمات وذهب وزير الداخلية إلى الإمارات وتم إعلان حينها بأنه سيتم دمج جميع الأجهزة الأمنية في محافظة عدن تحت وزارة الداخلية وسترتب الأوضاع في عدن عاد وزير الداخلية إلى عدن لم يتغير شيء إذن ما هو تفسيرك لهذا المدود؟ العمل جاري على قدم الشرق الأمر يعني مسألة دمج وتشكيلات هذه التحتاج إلى جود ووقف ترتيب والعمل الجاري على الشكم الهيكلة نعم طيب أستاذ فهمي السقاف إذن عبارة عن تكاهنات ربما تتتكاهن كثيرا وما هو على الواقع غير ذلك والأمور ماشية بخير وسلام وإن شاء الله الجهزة الأمنية الآن بترتب وتعد ترتيبها بشكل يعني يخدم الشرعية وتواجدها تحت وزارة الداخلية نعم أنا أتكاهن لكني أنا أتكاهن وأنا في الواقع أعيش أنا أرى أمامي الواقع وضيفك العزيز هو يعني يتابع عبر الواي فاي ومبعد وعايش في الرياض لا علاقة له ولا صلوة له بالواقع ولكنه يتكلم فقط محض أماني أماني لا مكان له ولا وجود لها على أرض الواقع هي مقرد فقط رغبة يعني يتكلم عما يرقب فيه أن يكون لا يتكلم عن واقع كما هو موجود للأسف شديد فمسئلة أنه الإجهزة الأمنية ودمجها وإلى آخره يا أستاذ دمج الإجهزة الأمنية هذه الآن يعني حتى أنه من الصعوبة مكان نطلق عليها إجهزة أمنية أولا دمجها فعلا سيحتاج ليس إلى الوقت بل سيحتاج إلى معجزة حقيقية بمعنى أنا حقا عندما أفكر في الأمر هذا يصيبين الرعب لأنه عملية دمج حقيقية لن تتم بالمعنى الحرفي للكلمة لن تتم خالص ليش الخلال يكمن فيه الخلال يكمن في طبيعة تكوين هذه القوات فإذا قلت مثلا الحزام الأمني الحزام الأمني تقدى كل غالبيته من جهة واحدة يعني يافع تقدى الأمن العام وهكذا حق شلال الضالع الحماية الرئاسية أبيان هي هذه نفس التقسيمات نفس التقسيمات الجاهوية والمناطقية التي أدت بناء وعصفت في بلد في يناير 86 يعد تكرارها الآن وستنسخها مرة أخرى لكن ما سنشهده حينها عندما انفقر الوضع سنشهد يناير حقا تكون أمام يناير 86 مقرد نزه حقيقية لماذا لأنه يتم دمج وقوة يعني من جهة واحدة كيف بد ميقاف القوات في الوزارة الداخلية وعندك نفس الكلام تقس على هذا النخبة الشبوانية شبوة النخبة الحضرمية حضرموت وإن آخر لا يمكن هنا عليك أن تعيد تشكيل القوات الوزارة الداخلية من أول وقديد وعلى أساس وطني حقيقي يكون الأمر فيه مفتوح لجميع أبناء الوطن ووفقا للكفاءة والخبرة والأيضان التخصص نعم أما بالوضع الحالي لا يمكن الحديث الآن الذي يسمعه بدأ يقال أنه ليس عملية دمج وإنما تكون قرفة عمليات واحدة لهذه القوات حتى قرفة عمليات واحدة لهذه القوات نعم هذا ممكن يحدث لكن على المستوى الفعلي والعملي لا يمكن أن يطبق ليش لا يمكن أن يطبق لأنه عندما تصدر وزارة الداخلية مثلا توقيهات معينة والطرف الآخر أو الأطراف الأخرى التي في إطار قرفة العمليات هذه تعمل مثلا حزام الأمني وما كذا لا توافق هوات توقيهات وزارة الداخلية لأنه يعمل باب بكل بساطة وصي يظل أشكال قائم هنا تكمل المعضلة الحقيقية هذه القوات أو قوات الآمن أو قوات الجيش حتى ينبغي أن يتم تشكيلها على أساس وطني حقيقي تكون مفتوحة فيه أمام كل أبناء الوطن دون تمييز المعيار فيه الكفاءة والخصص والخبراء 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 نعم أستاذ فهمي ما ذكرته هي فعلا تخوفات حقيقية وليست يعني تساؤلاتك فقط ولكن الشارع اليمني بأكمل يسألها لكن أيضا هناك أيضا ربما تقارب بدأنا نلمسه في الفترة الأخيرة يعني مدير الأمن شلال شايع ذهب إلى السلطة المحلية وأتفقوا بأن تكون هناك تقارير عامة يوميا تظهر يعني التقارب ربما بصورة ولو يعني شكلية بين الأجهزة الأمنية وقادتها مع الرئيس وحضورها للإجتماعات الرسمية إلى غير ذلك ألا تدل على أن هناك نوع من يعني فتح صفحات جديدة تخدم عدن أمنيا وخدميا أنا أتمنى حقا من كل قلبي أن يحدث ذلك أحا لكن هذه الشكليات ينبغي ألا تسمو تغرينا وتنسينا الواقع للأسف الشديد هذه الشكليات مسئلة الاجتماعات والتغارير ترفع يوميا أو أسبوعيا هذه ليست كافية انعكاسها على الأرض ما هو كيف أين وجودها هل انعكست على الأرض يعني يوم الخميس الماضي يعني أمس ينهب 23 مليون يتم منهبها هارا هارا داخل خور مكسر أين القناة أينهم إذا كان فعلا تم تفعيل هذه القوات وزارة الداخلية يعني خور مكسر بأمكانك أن تغلقها وأمكانك أن لكن أينها هنا الإشكال كان هذا يفترض أن يظهر أيضا قبلها حرق الكوفي المقام الكوفي في المنصورة للأسف سديد نرى قعقع أو نسمع قعقع قد تكون تصرفات فردية استاذ فهمي قد تكون تصرفات فردية من بعض الناقمين من الشرعية ومن تواجد الدولة يعني لا تتبع يعني مثلا تلك الأجزاء التي ذكرتها أو يعني الموالين للإمارات أو المعارضين للشرعية في عدن أو طرف ثلاث ربما يريد الفتسة بين الجميع حسنا إذا كانت تصرفات فردية فهي أسهل ما يكون لكان تمت مواقهتها وتم القبض على هؤلاء الأفراد يعني في دقائق ربما إذا كانت تصرفات فردية وأن هؤلاء لا يسنجهم أحد كان الأمر سهل لأنهم حينها سيكونوا مطلوبين من الجميع وبالتالي مسئلة القبض عليهم ووقفهم عند حدهم الأمر بيكون بيسر وسهولة نعم طيب دكتور فيصل العواضي انطلقت معركة الحديدة بقرار إمارتي كما تعلم يعلم الجميع وتوقفت بقرار إمارتي ربما عن طريق تغريدة في تويتر ولم تكن حتى في بيان رسمي من الحكومة الشرعية أو حتى من المزارة الخارية الإماراتي كيف تتعاملون أنتم في الحكومة الشرعية مع هذه التصريحات سواء في بدء معركة أو إيقافها أولا العالم يعرف وهذا من قبيل المغالطة أن المعركة هي معركة الشرعية وأن القائد على القوات المسلعة هو الرئيس عبد الرب منصر هادي وأن التحالف داعم للشرعية وليس بديل عنها هذا شيء الشيء الآخر يعني تعليق العملية بجريا وليس توقيف معركة الحديدة هو كان بالتفاهم يعني قرار اتخذ الشرعية على أساس تاحة الفرصة للجهود المبذولة للحل السلمي والآن عادة المعركة وكما قلت لك يعني اليوم تم تحرير مديرية التحيط والمعركة مستمرة لتأمين الخططة الإمداد وبعض المناطق مثل زبيد وغيرها وغيرها وأيضا في هناك معارك كانت اشتباكات ما بين كيلو سبعة وكيلو ستاعش حول مصنع قريب من مصنع إخوان ثابت ويعني لا نسمع عن أن المعركة في الحديدة توقفت كانت في تعليق ججي وخرق الحوثيون الهدنة وعادة العملية إلى الشابق عليها نعم لكن ما يقال أن السبب إيقاف المعركة في الحديدة دكتور فيصل بأنه مطالبة الرئيس بأن تكون هناك القوات التي تقود المعارك قوات موالية بصورة مباشرة للشرعية وللرئيس عبد ربو مصرهادي ولليمن وتصل أوامرها من القاعدة الأعلى للقوات المسلحة وليس من الإمارات هل هذا الطرح واقعي يا عزيزي أريد أن أفهمك شيء أبو زرع المحرمين من يتبع الذي هو قائد القوات قائد قائد جبهة الساحر الغربين العمالقة لا نغالط ولا نعتسف الحقائق أبو زرع المحرمين يتبع يعني هو قائد الجبهة المكلف من قبل القائد الأعلى القوات المسلحة الرئيس هادي وهو على تواصل معه يوميا وإضافة إلى محافظة المحافظة المعين بقرار جمهوري موجود في يعني في جبهة القتال والسلطة المحلية تقوم بدورها تحت إشراط الحكومة الشرعية لا يعني لا أدري لما كل هذا محاولة خلق بلبلة وإرباك وأن هناك وأن هناك الأمور واضحة نعم دكتور فيصل نحن نتمنى والجميع يتمنى فعلا ما تقوله لكن ما هو على الواقع عكس ذلك تابعنا التصريحات الأخيرة يعني منها وكلا في وزارة الإعلام يقولون يجب على الرئيس العودة إلى الرياض وهناك المكان الآمن وتواجده في خطر على عكس الذي يعني يفترض أن يدعم تواجد الرئيس يعني هذه التصريحات وغيرها من التصريحات سواء رسمية أو غير رسمية يعني كيف تقرها أنت في ظل هذا التوقيت الذي يفترض أن يكون الجميع يقف إلى جانب الرئيس والشرعية ويطالب باستمرارها ووقوفها وصمودها في الداخل أولا نحن لازلنا في حرب وفي جو معركة ومسألة الخوف على حياة الرئيس أمر قد يكون له مبرره عند بعض الإخوة المسؤولين الحريصين ولهذا الأخ الرئيس كوضح بأنه سيبقى مهما كانت يعني لن تكون المواجهات أو أي أزمات أو خطر على حياته أقل مما سبق أو مما واجه هذا شيء الشيء الآخر يعني حتى لو عاد الرئيس إلى الرياض يعني نحن شهدنا خلال الفترة الماضية عندما كان الآخر رئيس في الرياض كانت أيضا كان رئيس الوزراء يأتي والمسؤولين وكانت لأسباب يعني تخوفة حقيقية على حياة الأخر الرئيس لأنه رمز للشرعية والكل يدرك هذا سواء في التحالف أو في السلطة ولكنها مدينة محررة منذ ثلاث سنوات وتخضع القيادة السلطة الشرعية وتواجد فيها التحالف الذي يدعم الشرعية إذن ما الضير وما الخوف أصلا ولا تجد هناك مثلا قوات أو أشياء ما يهدد حياة الرئيس في عدن أولا الانقلاب كان قد دمر البنية التحتية للأمن في المناطق التي اجتاحها تماما إضافة إلى أن نحن ورسنا جهاز أمن هش وفي معالجات في إطار مخرجة الحوار الوطني لإعادة بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وهذا ما كنت أريد أن وضحه يعني أفتفق مع ضيفك من عدن بأن هناك يعني يجب أن يعاد أو الأسس التي يجب أن ينبني عليها جهاز الأمن وجهاز القوات المسلحة أصبحت واضحة وموجودة مخرجة الحوار الوطني والآن لازل التحدي ماثل في أن نعيد يعني لم نصل إلى المرحلة المثلة لإكتمال حيكلة أو بناء المؤسسة الأمنية على الشكل الكامل نعم أستاذ فهمي الثقاف يعني هاجس الخوف والتكهنة أو عفوا هاجس الخوف الذي دائما تتحدث عن معركة الحديدة وأن هناك قوات يعني خارج عن إطار الشرعية وتعمل خارج طارق الشرعية كطارق محمد عبدالله صالح وغيره الحقيقة أن من يقاتلون بقادة المعارك هي ألوية العمالقة وهي فعلاً تخذ أوامرها من الرئيس عبدالربو منصرهادي وتتبع الرئيس والحكومة الشرعية وأيضاً على الجانب الآخر الكثير يقول إذن ما الضير أن يقاتل طارق صالح يعني في هذه المعركة العدو واحد ويجب علينا أن نتحد جميعاً في القضاء على الإنقلاب وهذا هو الأهم هؤلاء لديهم قدرة على مغلطة أنفسهم يعيشوا حالة إنكار تقريباً أبدية هؤلاء الناس يعني معقول الكلام هذا معروف أنه التحالف والإمارات تحديداً هي من تدير المعارك من ألفها إلى يا أستاذ في الحديدة وغيرها طبعاً قرفة العمليات واضحا حقهم الضباط الأماراتيين هم من يشرفوا على كل شيء في المعارك وهذا يعني أمر طبيعي طالما هم موجودين على أرض الواقع فأمر طبيعي وكما هو معروف الرئيس هادير يشتر جمهورية وهكذا ربه ما تأتيه تغارير هكذا من باب العلم بالشيء من ناحية معنوية لا أغلو لا أكثر الرجل لغضاء يعني بضع سنوات داخل الرياض بعيداً عن مسرح عمليات العمليات التي الدار داخل البلد نعم وبالتالي القائد الفعلي والحقيقي هو الأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا أمر لا يمكن أن نغاش فيه لأنه واضح ولا يمكن أن تغنع بأي حتى طفل فهذا أمر مفروغ منه طبعاً نعم بالنسبة للمسألة أنه الرئيس يعود إلى الرياض وهكذا في تقديري هي أصبحت مسألة فيها فوائد البعض من تواجد الرئيس في الرياض إلى آخره كي يبقوا تواجدوا داخل الرياض على طول أنا مستقرب يعني أنه خلال أربع سنوات الآن نحن في السنة الرابعة ما قدرت تقدم نموذج زي الناس نموذج آخر مختلف داخل مدينة كمدينة عدن تنهض أوضاعها الخدمية والأمنية وكل الأوضاع بشكل عام فيها تقدر قوات حماية للرئيس وهكذا تقدر رئاسه والرئيس نفسه شخصياً يقدر يختارهم يعني بنفسه شخصياً وهكذا وبالتالي يؤمن وضع استثنائي بتقول لي نعم وضع استثنائي في القائد يفترض أن يكون في المقدمة في مقدمة الصفوف أما الكلام والحقاق التي تطلق بالخوف عليه ومشعار ما هذا كلام يعني حتى من العيب قولها في حق الرئيس وهو عارف الكلام هذا وهو شخص أقام الوأسة العسكرية ويعرف ماذا يعني نعم سؤال أخير فقط نعم سؤال أخير فقط كيف تفسر أيضاً ظهور رئيس ما يسمى بالمسال الانتقالي بالتصريحات يعني في هذا التوقيت وقبل فترة بسيطة كان يصرح بأنه أو وقيل أنه ذهب إلى السحر الغربي لدعم الجبهة ويقف مع هذه المعركة ومع الشرعية من الذي تغير حتى يظهر بهذه التصريحات بصورة مفاجئة في دقيقة رئيس المجلس الانتقالي أولاً لم يذهب للسحر الغربي هذه الصورة حينما طلعت والخبر حينما تم نشره حتى على صفحته في حسابه في فيسبوك هو كان حينها في الإمارات العربية المتحدة فهذا أولاً غير صيح أما بالنسبة لتصريحات وإلى آخر وتصعيد هذا الآن اللي نشهده ضد الشرعية فبالتأكيد المجلس الانتقالي لا ينطق إلا عن الإمارات باللسان الإماراتيين في صيح أوبين يا صاحبي يعني أنه اتخذ القرار من نفسه وهكذا لا بالتأكيد طيب أستاذ أو دكتور فيصل هذا مؤشر على مسألة أنه العلاقة مختلة نعم وبتضل نعم نعم للأسف دكتور فيصل العواضي سؤال أخير المملكة العربية السعودية أين تقف من كل هذه الاختلالات صحيح أن هناك جهود كبيرة تحضر فيها المملكة لإصلاح أي اختلال يحدث بين الشرعية والإمارات أو أطراف التحالف أو غيرها أو حتى ميدانياً لماذا لا تحل هذه المشاكل وهذه الاختلالات بصورة نهائية لماذا تظهر بين الحين والآخر أعود عوداً على بد إلى ما كنت قد قلت في بداية نعم كلامي أنه لا توجد أزمة حقيقية السدعي الوقوف أمامها سواء من قبل المملكة أو غيره يعني هناك الطبيعي العمل اليومي التفاصل العمل اليومي تفرز اختلاف وجات نظار أو شيء لكن الوسوسة السيراتية التي يقوم عليها التحالف والتي تقوم عليها الآن المعركة القائمة مع الانقلابيين وهذه وهي عودة الشرعية وإنها الانقلاب وهذا ما هو يعني الدور الذي ملتزم به التحالف وهو كما قلت كان آخر سأكيد اليوم من الشيخ عبدالله بن زعيد على هذا الكلام في مقابلة مع حركات الانباء الروسية نعم أشكرك جزيل الشكر مستشار وزارة الإعلام الدكتور فيصل العواضي كنت معنا من الرياض والشكر أيضا للناشط السياسي الأستاذ فهمي السقاف كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن ختام الحلقة تقبلوا تحايا ومعد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة كما هي لكم من بشير الحارتي حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاحر بنفس الموعد ونفس الزمان السلام عليكم اشتركوا في القناة